السلام عليكم. سلام عليكم. اشتركوا في القناة الانجليزية بشكل مختلف ومعكم وحيد استقلاق. طيب يا شباب هنكمل مع بعض الرحلة الجميلة من المراجعات جميلة ومفيدة وان شاء الله ما يخلوا منها اي اختبار. نقول بسم الله اللي هي بعنوان القريمة لا تفيد. في ناس تقول لك القريمة لا تدفع. انت ترجم تترجمة حرفية. لا طبعا لا تفيد يعني. اوكي اوكي. نقول بسم الله. عايز اقول الحرامي قبض. قبض عليه. ايش العرفنا انها قبض عليه? نقول لي يعني مبنين المجهول. في الماضي والتصريف التالي يبقى المجرم سيتم احضاره للعدالة قريبا. يبقى والتصريف التالي يبقى هذا المستقبل في حالة البسف او مبني المجهول. ثري. المشتبه به. ماشي. يعني سيتم تعقبه. او تم تعقبه. واز او او زي التصريف التالي مبني المجهول. خطف. الولد خطف. هجول هاز او هب زي اتبين. والتصريف التالي للفعل ده قعدة البسف في المبني المجهول. في المبني المجهول. قعدة بفور. بيجي قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. يبقى اجل هذي ماضي البسيط. هذي قعدة اسمها قعدة بفور. عدنان ما له. يوستو بيجي بعدها مصدر. يبقى يوستو واتش. كان متعود. يوستو عادة قديمة. وبطلت هذا حيب. يوستو تعود وشاهد التلفزيون المتأخر. وي كنا على وشك. وي 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 او كنا بنعمل حاجة. وي وير بلاين. قعدة وين. بيجي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط اهو. قعدة وايل. وايل اي عامل حاجة مالها دي. وايل بيجي يعني زمنين بيحصلوا مع بعض والفعل مختلف. هو كان بتفرج على المباراة بينما انا كنت جاعد اكل. يبقى وايل اي واز ايتن. هذي ما فيها انترابشن عشان لا تقول استاذ مفروض وايل جاب لها ماضي مستمر جاب لها ماضي بسيط وبعدها مستمر. هذي لو كان فيها انترابشن. يعني فعل قطع فعلي. هدو لفعلين بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت في الماضي. حصلوا مع بعض. حط بي لو باسيف واي لو اكتف. علي بروك اي اكتف مبني المعلوم. واس فاوند باسيف مبني المجهول. لما تلاقي واس او ويرو تصريف ثالث مبني المجهول. او هاس بين زي كده باسيف مبني المجهول. انما الفعل فاول الجملة زي كده اكتف. زي ستول هما سرقوا السيارة. طيب صحح. اي باي ان يوبار بفور. طبعا قاعدة بفور. هيجي قبلها. ماضي. تم قلنا وبعدها ماضي ماضي بسيط يبقى يقول اي هاد بوت. هتتوقعها تجيك اختياري ما هيجي كنا مقالب. واللي بعدها ماضي بسيط يبقى بفور برادر بويت واي. قبل ما هو يشتري لواحدة كنت انا اشتريت واحدة. هذا ماضي بسيط وهذا ماضي تعم. اوكي اوكي. واي اي هتقول واس دريفينك. واي اي واس. رايفين. ماي برادر واس كولين. كان قاعد يتصل. حدثين كانوا بحصلوا مع بعض في نفس الوقت في الماضي. والفاعل مختلف. the subject is different. اوكي. الخطأ اللي موجود ده. I installed before نفس الكلام. before I. لسه حلنا الوقت قبلها. هاد وتصرف تاريت. تقول هاد installed. بعدها ماضي بسيط. باس سيمبل. توك بلايس. تصلحها كلا معلش ما فيش مكان اكتب. لانها تبقى المساحة دايجة. طيب. he playing football when. when دي جماعة الخير. هتقول he was playing when his father arrived. يبقى هنا هتقول was playing. تحط was. وهدي تحط لها دي. arrived. ماضي بسيط. علي would be aslim. he didn't use. علي كان. كان نحيف. ما ينفعشه قول would. لان دي حالة. يبقى قول علي used to be. يبقى اشيل ود وحط used to. خلاص? used to be aslim. he didn't use the غلط. اشيل دي. he didn't use to eat. not to eat كمان. to eat. use to eat. I didn't use too. غلط. I didn't actually. دي خالص. اقول I didn't use to try new things. but now. الان. I like to do. which I liked. I like to do. سؤال صعب و جميل. طيب المزائل للترتيب. the burglar will be حرامي. سوف يتم مقبضة علي بسيطة الشرطة. تمام? تمام. اه ممكن اقول هنا. وين جينان? اه ماشي ممكن اقول. I had been sleeping when جينان came home. بس شكرا. طب تعال نشوف الكلمات الجميلة. it was not a a broke into. من اللي دخل broke into? ده عم الحاج. برجلر. بقى دي number one. اللي دي number two. الحرامي اللي دخل علي البيت. ونقول هنا برجلر. ماشي. broke into store and store. ايش? وسرج? حاجات زي تقييمة. بعدين ثلاثة. حنشوف واحد دلوقتي. then نؤت a car. وبعد ذلك ايه اربعة. hijacked. يعني اختطة في سيارة. احتاج السيارة واخدها. after the owner had called the police. the فراغ was the there is a suspect. ومشتبه به. اللي خمسة. was ish was arrested. يبقى دي ستة. was arrested and with نؤت five thefts. and charged. تم القبض عليه. او محاكمته. مع خمسة من اللصوص. he was sentenced. قبض حكم عليه. he was sentenced. حكم عليه. دي فاي. ايش اللي خاص بالقريب? الجريمة وايش اللي خاص بالعقاب? accused. اتهام. جريمة. inmate. جريمة. steel جريمة. escape. escape يهرب. هيجاك يحتجز. jail decision. طب تعالوا بقى نشوفها كده بشويش. تعالوا. inmate punishment يعني ساجين. steel يسرق. accused تم اتهامه. escape. بيفجع. آآ. hijack. هذه برضو جريمة. jail العقاب. تماما شباب. كلمة ومعناها decline يعني يرفض. refuse. unauthorized يعني بدون تصريح. without permission. inmate يعني ساجين. prisoner. كلمة ومعناها برضو. he is positive يعني he is certain. متأكد. he is kidding. he is joking. he is an easy mark. يعني likely victim. واضحة كده. نقول. to pick pocket. pick pocket اللي هي بيسرق. يبقى دي مسال رقم تلا اتنين. اهي. بيسرق. victim الضحية رقم واحد. thief رقم ثلاثة اللي ولس detective رقم اربعة المخبر. pick pocketed اللي تسرق مين? اللي هو ده واحد. crime الجريمة برضو تعتبر اتنين. الجريمة pick pocket. police officer يعتبر اربعة. a pick pocket هو تلاتة المتهم. wallet هي المحفظة اللي هي رقم اتنين. يعني انت بتحط نفس الارقام على الكلمات عشان تشوف ايش الكلمات هاي. كده احنا خلصنا مراجعات الوحدات باجي الوحدة الرابعة. ان شاء الله بكرة ولا بعد وننزلها بازن الله. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.